السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبار محترفة في المغاربة في دورية الاوروبية. عدنا عبدالسامة زنزولي ياسين بونو يصفل صريحة كم زياش وكذلك نيف اكريد. غير نبدأ مع عبدالسامة زنزولي لأهل فارق ووصصونا الى نصف نهائك اسمالك اسبانيا. بعدما سجل هادف دياله هاد الموسم هذا اول هادف سجله عليه ياسين بونو بطريقة رائعة كما شونا كروشالية المدافع صيفته كما كنقوله بدل معنادي الفارق يشبيه لليك يعاني ودفاعيا وسجل هادف ولا اروع في شبك ياسين بونو اول هادف ديال عبدالسامة زنزولي مع فارق ووصصونا هاد الموسم عبدالسامة زنزولي دخل في دقات السعود والسلم المباراة وقدم مباراة في المستوى العالي واهل الفارق دياله الى النصف النهائي بعدما تأهل فارق برشالونا على حساب ريال سوسيدات يقدر يواجه فارق برشالونا اللي عاطيهم وعار لفارق وصصونا وش تسجل هادف الدقيقة تسعود وتسعين من المباراة يعني في الاشواط الاضافية ويا كما شونا قدم مباراة في المستوى وكان بامكانه يضيف هادف في الشوط الاضافي التاني كما شونا نفارد مع ياسين بونو ضيعة عبدالسامة زنزولي وكانتمنى ولو التوفيق بقى مقلق مع فارق وصصونا وهالشي اللي كانتمنى ولعبين ديالنا المحترفين في الدوريات الاوروبية كانتمنى ولهم التوفيق كامل بالنسبة لتقييم لالعب تسعود زنزولي كانوا 7.5 وكانتمنى ولو التوفيق في قادم المباراة بالنسبة لي واسف النصري خلف دقيقة سبعة وسبعين من المباراة مع فارق واشبيلية بعدما كانوا متأخرين في النتيجة بعده المدرب الارجنتيني سان باولي وسجل الهدف تعادل فارق واشبيلية في الدقيقة اربعة وتسعين من المباراة الجاب لهم كما كنقول هدف تعادل وخرجهم كما كنقول الوقت الاضافي اللي تزاد في المباراة وشنا كدلك قصصونا كيسجلوا الهدف تأهول عن طريق عبدالسامة زنزولي يوسف النصري لتقييم دياله في المباراة كانوا 7.0 وكانتمنى ولو بالنسبة ليسين بونو تخال كابا دير في الدقيقة السورة يعني مع بداية الشوت تاني واخسروا المباراة تجلوا على وجه الأهداف ما كتحملش مسؤولية ديالهم تماما تقييم دياله في المباراة كانوا وسزا زائد السو كانتمنى ولو التوفيق بالنسبة للحاكم زياش عادية الهضراء اللي تارت على حاكم زياش الساحر بعد المعنى الكلمة كان ضننا انا حاكم زياش ميمكلوش ينتقل نادي ايفيرتو اللي كي يعاني في اسفل الترتيب اللي هادرت على سكاي سبور وعادية الصحوف الانجليزية وكذلك الاطارية اللي هادرت على انه نادي ميلانتا هو كي يعاني تماما في الدوري الاطاري وكنتمنى ولو ننتقل شي نادي افضل وكنتمنى ولو يبقى في الشيسي لكن غابقى ننتقل نادي ايفيرتون بالنسبة نايف اكرد كي ما شفنا نايف اكرد اختار احسن تشكيلة في الدوري الانجليزي هاد الاسبوع عادة وهدي هي تشكيل اللي اماماكم في الدوري الانجليزي لمو متاز هاد الاسبوع عادة منها نايف اكرد ما شاء الله تبارك الله قدمه باره في المستوى مع فاريقه امام ايفيرتون وربحه بهدفين ليسفر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته